جايزت كمان أفضل منتخب هنا بنتكلم بقى في القارة خليها نقول أمر طبيعي شوية أنه هو يروح أو يكونوا المرشحين هنا السنغال والمغرب لأنه هم بصراحة الأقدر بحصد اللقب ده وده مش من فراغ لو هنيجي نتكلم شوية السنغال والمغرب قدموا بجد مستوى مميز جدا في المونديال وشوفنا كل ده وتابعنا كنا فرحانين وتحديدا هتكلم عن المغرب لهو عندك يعني دلوقتي كورة أو خلينا نقول منتخب عربي فعلا بيتقلق بهذا الشكل فعلا بيتطور بهذا الشكل ده شيء محترم جدا بينافس منتخبات كبرى لأندية كبرى لبلاد عندها مديات رائعة وفي حتة تادية تماما ومتفوقة عليه كمان في الكورة تحديدا بسنوات طويلة فكون أن المغرب دلوقتي يتكلم فيه أنه هو بينافس على المستوى الدولي وبهذا الشكل لأ شابول المغرب تحديدا المغرب طبعا أنا من الناس المعجبة جدا بتجربة المغرب في كورة القدم وكمان فكرة أن أنت عندك مديرين فنيين محليين وفكرة أن أنت عندك نجاحات مش بس في الفريق الأول ولا على مستوى بس للمنتخب لأ أنت عندك في الناشئين وعندك على مستوى كورة القدم النسائية كورة القدم النسائية هرجع أقول تاني منتخب بتاعهم من التوب تن في العالم فواضح أن التجربة المغربية فعلا فعلا تجربة ناجحة بشكل كبير جدا هنرجع نقول هو فعلا إحنا ممكن نقول نتمنى نوصل لهذا المستوى للمغرب اللي المغرب كنا سبقينها لو هنرجع لألفين وعشرة سنوات طويلة جدا للأسف ده اللي إحنا هنقوله دلوقتي على مستوى المنتخب لكن نتمنى الوضع يختلف الفترة اللي جاي أنا مش عايز أتكلم دلوقتي في الملف ده لكن للأسف الشديد في بعض الأحيان لما هتتكلم عن المجد بتاعك بتتكلم أو بترجع فيه للماضي وده اللي بيزعل شوي بس ده حاليا معنا وعلى صعيد المنتخب للأسف أنه هو واقع يعني نتكلم عن المنافس التالت وهو منتخب جامبيا وهي مفاجأة بصراحة مفاجأة إفريقيا خلينا نقولها في كاس العالم تحديدا للشباب أما جايزة هنا بقى أفضل مدرب انحصلت بين الثلاثي زي ما كنت بقول طبعا المغربي وليد ركراكي هذا المدرب أو المدير الفاني المحلي الأكثر من رائع مدرب منتخب المغرب على الفكرة سنه صغير جدا وهو كمان أقرب الأسماء الممكن على الفكرة يعني تكون مرشحة وممكن تفوز كمان بهذه الجايزة عندك كمان السنغالي سي سي مدرب منتخب السنغال برضو من المدربين والأشخاص التقيلة جدا والأذكية جدا واللي عندهم فعلا فكرة فكرة تطوير الكرة أنا برضو بحترم جدا سي سي والجزائري عبدالحق طبعا من شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق ومن وجهة نظري لو أن حتكلم أنا كان نفسي مارسل كولر كمان أنه هو يكون ضمن يعني التوب ثري دول أو المرشحين لأن ده كان موجود يعني ده كان أصلا موجود وكان متواجد على القائمة لكن على كل حال يعني عبدالحق برضو بن شيخة هو دولاتي اللي يمكن حل محله لكن هنرجع ونقول تاني مارسل كولر من اللعيبة عفوا من المدرين فنين ومن الأشخاص ومن اللعيبة السابقين يعني اللي ليهم فكر كويس جدا واللي عملوا كتير مع النادي الأهل